السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من هتكون نكت كي جي تو الترمي التاني ان شاء الله نشتغله من كتاب المعاصر الترمي التاني او اليونت في يونت 5 اسمه my party يعني حفلتي ان شاء الله النهاردة هنشتغل two lessons في الفيديو lesson two and lesson three lesson two and lesson three يتكلم عن our birthday party يعني حفلة عيد ميلادنا هنا في حوار بيقول our birthday party انها حفلة عيد ميلادنا we like to give نحن نحب العطاء picture number one هنا بيقول can i have some salad please هل يمكنني الحصول على بعض من الصلطة من فضلك please هنا بمعنى من فضلك can i have some salad please ده سؤال هترد عليه تقول له yes here you are نعم تفضل يبقى سؤال عايز اجابة هل يمكنني الحصول على بعض من الصلطة من فضلك can i have some salad please قالت له ايه yes here you are اوكي picture number two بتقول can i have some pizza please هنا الصورة عندنا صورة ايه صورة بيتزا يبقى هو عايز بيتزا قالت له ايه yes here you are نعم تفضلي هنا yes here you are بمعنى نعم تفضلي وبمعنى نعم تفضل yes here you are بمعنى نعم تفضل وبمعنى نعم تفضلي اوكي هنا بيطلب منه ايه هنا عندنا صورة يوجرت يبقى السؤال هيبقى عايز منه يوجرت هنقول can i have some yogurt please هيرد يقول له ايه yes here you are نعم تفضل طيب اخر بيكشر معنا هنا ايس كريم يبقى السؤال ايه can i have some ice cream please هيقول له yes here you are نعم تفضلي طيب هنا عندنا صورة ووتر لو عايزين نقول هنقول ايه can i have some هنشير ايس كريم ونحط مكانها ايه water please هتقول لها ايه yes here you are يعني بمعنى ايه ان احنا لما نعوز حاجة من حد ونطلبها باسلوب كويس هنقول له can i have some والشيء please يعني ايس كريم هنا بتتغير لووتر تتغير لبيتزا تتغير لأي حاجة please لو احنا موافقين عن الشيء ان احنا هن عايزين ندهولهم هنقول ايه yes here you are yes here you are معنى كده ان السؤال هيتحفظ والاجابة بتاعته هتتحفظ picture number five هنا بيقول oh nine candles oh تسع شمعات happy birthday to you عيد ميلاد سعيد قال له ايه happy birthday to you عيد ميلاد سعيد تسع شمعات يبقى عنده تسع سنين picture number six قال له ten candles عشر شمعات هنا بنقول ايه can i have some اسم الشيء اللي احنا بنطلبه من حد please هل يمكن ان الحصول على بعض من والحاجة اللي احنا عايزينها من حد من فضله الرد على السؤال ده بيبقى بايه yes here you are yes here you are طيب احنا اخدين كلمات وحفظناها نجرب السؤال ده على كل كلمة حفظناها can i have some pizza can i have some yogurt can i have some water can i have some salad اوكي بليز هنجاوب نقول ايه yes here you are هنحفظ السؤال هنحفظ السؤال ونحفظ اجابته الاكتيفيتز بتاعتنا can i have some yogurt yes here you are yes here you are هنا عاوزنا نعمل match عندنا عندنا تلات جمل بتلات صور اول جملة can i have some ice cream بليز تاني جملة can i have some salad بليز تالت جملة can i have some pizza بليز three pictures اللي عندنا اول هنا picture هنا عطينا salad تاني picture عطينا pizza تالت picture عطينا ice cream يبقى number one باخر picture معانا طيب number two can i have some salad باول picture و can i have some pizza بليز picture number two وكده هنبقى خلصنا lessons two and three اللي احنا هنطلع به من two lessons دول by the end of this lesson your child will be able to بنهاية هذا الليسون الطفل هيخرج منه عارف ايه اول حاجة to identify vocabulary for food in a picture story يعني اي صور الطعام قدامه يعرف اسمها وشكلها يعني صورة البيتزا يعرف يكتب لي تحتها بيتزا ويعرف يميز لو جبت له مثلا توصيل لازم يوصل يعرف يوصل صورة البيتزا باسمها صورة الووتر بصورة اسم الووتر بصورته السلد الايس كريم اوكي عندنا فوكابلري هتتحفز اللي هي كيك كاندل ايس كريم فيتزا سلد ووتر يوغرت اللي هي كيكة وشمعة وايس كريم وبيتزا وصلطة وماء وزبادي عندنا بتاعتنا السؤال اللي احنا اخدنا باجابته اللي هو كان اي هاف سم مثلا يوغرت بليز هل يمكنني تناول بعض الكيك من فضلك الاجابة بيس هير يو ار نعم تفضل يعني كان اي هاف سم واسم الشي بليز اسم الشي ده اللي هو عندنا كيك وعندنا ايس كريم وعندنا بيتزا وعندنا صلد وعندنا ووتر وعندنا يوغرت الاجابة عليه بيس هير يو ار وبكده يبقى لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وعمل كومنت وشير وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك اللي سن اللي بعد كده